قولي لي ما هي الألوان في بيتك أقول لك من أنت وما هو ميزاجك على الأقل عند اختيارك لها هل تعلمين أن اختيارك للألوان يلعب دورا كبيرا في التأثير على الطاقة الموجودة داخل منزلك؟ سنحاول أن نقف عند هذه النقطة في الجزء الأخير من الحلقة مع ضيفة مصممة الألوان والأثاث المنزلي لانا الرئيس لانا أهلا وسهلا بيش ويانا إذن إلى أي مدى يلعب تواجد الألوان داخل المنزل سواء كان في الحائط في قطع الأثاث يلعب دور رئيسي بحالة من الميزاجية؟ شكرا لإستضافتكم لي بردشي وأنا أحب يعني أعكس معرفة عندي بالألوان وبالمساحات لكل الموجودين وطبعا لها طاقة إيجابية وطاقة سلبية نوجدت الألوان في الطبيعة لوجود البهجة وإنعكاسها فالمساحة تلعب كتير دور بالنسبة لاختيار اللون فيه اختلاف بينك تختار اللون المناسب لليفنج روم اللي هو غرفة المعيشة أو لغرفة النوم فيه طبعا هاي كلها أشياء أساسية الألوان الهادئة لازم تكون بغرف النوم الألوان القوية لازم تكون بغرف المعيشة بوجود حركة حياة طاقة إيجابية في المكان نبعد دايما عن الألوان الغامقة إذا إحنا نحبين للألوان الغامقة نحطها بالأكسسورات أكسسورات ممكن أن تضفيها في مساحات معينة بشكل معين وإذا الواحد مل منها يستطيع أن نغيرها أما الأشياء الأساسية لازم تكون الألوان الأساسية ونضاف إليها نقاط معينة طيب المساحة الأكبر اللي هي خلي نقول الأرضية والحائط هل يجب أن يكون ألوان فاتحة أم غامقة لنا فيه نقطتين إذا كانت الشيء الغامق في الأرضية لازم ينعكس على الجدران بالشيء الفاتح لنعمل كونتراست اللي هو التضاد اللوني لما يكون المكان قاتم ولو طاقة سلبية في الدخول إليه هاي شيء جدا مهم للأشخاص اللي بدخلوا وقد نفسروا دخلت المكان بس ارتحت لها أو ما ارتحت لها هاي جدا أساسية نقطة جدا مهمة في وجود المكان وبلس اللي هو الشيء الأساسي المساحة والضوء والأثاث هاي كلها العناصر الأساسية الموجودة في المكان لازم الواحد تطلع عليها لكون أساسي في إنعكاس الوجود الإجابي للمكان في الاستخدام الفرد للشقة للمكتب برغم تشوف حياتنا اليومية سريعة فيها كتير ضغوط كلها تتأثر بهالنقاط لذلك جدا مهمة نختار اللون المناسب والمساحة المناسبة والأثاث المناسب في كل مكان غرفة المعيشة المطبخ غرفة النوم طيب لانا مثلا اللون البرتقالي بالنسبة لي لون حيوي وأنا أحبه وأحس بالنشاطوية لكن ممكن لغيري هو ما يحبه ما يرتاح لعينه ما تستسيغى عينه ما تستسيغى هل يعني حتى ننطي طاقة إيجابية ممكن نجبره على رؤية اللون البرتقالي على سبيل المثال أم لا هو ما يرتاح له رح ينعكس عليه إيجابيا ممكن نجبره بطريقة إيجابية اللي هي نضع نقاط معينة من لون الأورنش في أماكن معينة في المكان غرفة المعيشة بمفروض يكون فيها الألوان المبهشة أكتر وغرفة النوم بمفروض يكون فيها الألوان الريلاكسين اللي هي الهادئة اللي تعمل ارتخاء العصاب وهدوء للشخص نعم فممكن نضيف الأورنش بغرفة المعيشة بنقاط معينة بلوحة ورد أكسسوارات نعم الحديث يطول لكن وقتنا انتهى شكرا جزيلا لك معنا خدقتنا مصممة الألوان والأثاث المنزلي لانا الريز